الحاكم والسيطرة على وسائل الإعلام الرسمية بعدها السيطرة على أجهزة التأمين الرئيسة أي الجيش والاستخبارات والشرطة السيطرة على القوات الجوية ووجود قوة شعبية متضامنة عوامل أربعة كانت عبر التاريخ مفتاح نجاح الإنقلابات العسكرية عوامل اعتادها الأتراك على مر العقود إذ شهدت الدولة العثمانية في السنوات الخمسين الماضية أربعة انقلابات ما طرح كثيرا من الشكوك والتساؤلات السياسية والإعلامية عما إذا كان انقلاب السادس عشر من تموز مفتعلا أم لا ففي ليلي محاولة الانقلاب لم تتبع أي من هذه الخطوات بل وثقت الساعات القليلة التالي السيطرة على التلفزيون الرسمي من دون التعرض لأي من الحكام لسيما رئيس الدولة والدليل كان تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم الذي كان أول من أعلن عن محاولة انقلاب جارية ثانيها خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ألقاه عبر تطبيق فيستايم عدم تأييد رئيس أركان الجيش الرجل العسكري الأول في تركيا للانقلاب ليتبين أنه احتجز لبضع الساعات والأهم كان عدم ظهور القائد العسكري محمد كوسا الذي نفذ الانقلاب أمام العامة وعدم إلقاء أي خطاب لحشد المؤيدين مع أن الانقلابيين هم جزء من القوات المسلحة لم تكن لديهم السيطرة على القوات الجوية وهو ما أظهره تداول العديد من الأنباء في وسائل الإعلام حول إسقاط مروحية تابعة للانقلابيين عبر طائرة F-16 غياب المؤيدين للجيش أو المعاردين لأردوغان أيضا كان مشهدا مستغربا إذ اقتصر المشهد على متظاهرين مناصرين لأردوغان مع غياب المعاردين له مظاهر الانقلاب هذا دفعت بفتحالا قولن إلى الخروج على الإعلام مرجحا أن يكون إردوغان نفسه وراء محاولة الانقلاب العسكري بهدف تقوية نفوذه والقضاء على المعاردين فيما رأى البعض المؤيد لإردوغان أنه ببساطة محاولة فاشلة معتبرين أن نهاية الانقلاب العسكري على إردوغان هي بداية انقلاب إردوغان السياسي على معارده لايال سعد قناة الجديد